أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مشاهدنا الأوفياء عدنا لكم في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي كاجي الذي يبرز العديد من المواهب الشبانية الموهبة التي أردنا إبرازها اليوم أو استضفناها اليوم في برنامجنا موهبة خامة صوتية في متمكنة في الإنشاذ والتعليق الصوتي وحتى الدبلجة دعونا لنرحب بضيفي المتميز العزيز إبراهيم رحومة مرحباً أهلاً وسهلاً بك أهلاً وسهلاً بك خوياً مرى إبراهيم أنت معلق صوتي وكذلك متمكن في كذلك الإنشاذ والدبلجة الصوتية أكيد لكل بداية أو لكل حكاية بداية حدثنا أو لو تحكينا قليلاً عن بدايتك في مجال التعليق الصوتي أولاً أشكر قناة سلام تيفي على هذه الاستضافة طيبة لهذه الموهبة التي صدفتني لأجلها أنا في حياتي حينما كنت يعني في العمر 16 سنة كنت قد اكتشفت أول موهبة موهبة الصوت حيث أنني حينما كنت أسمع أي منشد منشد أقلده بنفس الخامة وبنفس الأداء يعني أسمعه مرة مرتين ثلاثة أقلده بعدها لاحظت أن صوتي أو خامة الصوت التي أمتلكها والحمد لله هذا بفضل رب العالمين أستطيع أن أنشد بطبقة صوت أنا الذي أراه مناسب لي وبعدها اكتشفت موهبة تقليد الأصوات بالرسوم المتحركة دبلجة حيث أنني كنت أقلد شخصية سيلفر السعودي الذي يقدم له تحية من هذا المنبر نعم جميل شخصيته طيبة جدا نعم جميل جدا يعني أول مجال بديت فيه هو المجال الإنشاد هكذا إبراهيم نعم كم كان عمرك حوالي خمسة عشر سنة ستة عشر سنة ستة عشر سنة جميل جدا يعني هل انضممت لي فرقة معينة في مجال الإنشاد أو كنت تنشد لي وحدك لا كانت لي تجربة بعد دخولي للجامعة أو دراستي في الجامعة أن دخلت في مصابقة للإنشاد وتلك المصابقة كانت لي فرصة أن أبرز فيها صوتي وموهبتي في الحرم الجامعي والحمد لله رب العالمين يعني وفقت في ذلك كثيرا من الناس من انتقدوا صوتي يقولون بأنني أقلد ولكن إذا لم يوجد تقليد فإنه لا يوجد إنشاد فعلا هذا الذي جميل جدا حتى يعني الذين يتميزون بالخامة الصوتية يعني لديهم العديد من التقليد الصوتي يعني في جميع أنحاء المواهب مثلا في الرياضة وكذلك في مجال الدبلجة مثل الرسوم المتحركة في العديد من المجالات يعني بماذا تتميز أنت كإبراهيم في أول بدايتك في مجال الإنشاد بماذا كنت تتميز أو ماذا كنت تقليد والله الأكثرية أكثرية الإنشاد الذي كنت أنشده يعني الأنشاد التي كانت تتناسب مع طبقة الصوت التي أمتلكها لأنه لا أستطيع أن أنشد بطريقة يعني تختلف على طبقة الصوت التي أمتلكها أكثرية الأنشاد التي كانت دائما يعني أنشدها مثلا في مدح رسول صلى الله عليه وسلم وبعض الأنشاد التي كنت تمرن عليها في فترة المسابقة في الجامعة قسنطينا جميل جدا يعني نحن كمنشدين أو في مجال الإنشاد إبراهيم في العديد من المسابقات التي أجريت عبر الوطن حتى الدولية مثل مسابقة منشد الشارقة أو مثلا في منشد حادية الأرواح يعني هل كانت أو سنحت لك الفرصة في المشاركة في أحد المسابقات أو البرامج هذه لا هي التجربة الوحيدة التي جربتها في حياتي هي مسابقة سيرت أفآم في الوقت الذي كنت أدرس بجامعة قسنطينا منتوري ومن هذا المنبر أحيي كل الأساتذة الذين درسوني بهذه الجامعة تلك كانت أول تجربة لي أن وضعتها في أرض الواقع وشاركت بها الناس الذين يسمعون صوتي لكي أرى أراءهم والحمد لله يعني خامة صوتي التي أنشدت بها كانت مناسبة كان بعض التوتر دائما في أي مجال في بداياتك تكون عندك بعض التوتر لكن بعدها سوف تتغلب على ذلك التوتر بثقتك بنفسك فعلا يعني إبراهيم كيف اكتشفت أن لديك أو تمتلك خامة صوتية في مجال الإنشاد أو مثلا في تعليق الصوتي اكتشفتها في عمر 16 قلت لك حينما كنت أسمع الأنشيد يعني أضل حينما أخرج للخارج يعني خارج المنزل تبقى تتردد في ذهني تلك الأنشود التي سمعتها أو الأغنية لكن أحب أن دائما أن الانشاد يعني هو المنحة الذي اخترته أن يكون لخامة صوتي كانت تجربة أن دائما أجد ذلك المنشد يتردد في ذهني وفي يعني حينما تردد شيئا فشيئا تجدني أقلد يعني أعيد تلك الأنشودة بطريقة سلسة بالخامة الصوتية مع الرغم أنه لا أحفظ المقامات ولا أفهم المقامات شيئا ولكن بالسماع هذه هي يعني كنت كثيرا الاستماع في مجال الإنشاد الديني إبراهيم يعني أنت كمنشد أو كنت في مرحلة الإنشاد من هم المنشدين في ذلك الوقت كنت تقتضي بهم أو تنشد أو تعيد الأنشيد التي هم يبرزون أو مثلا في مجال الإنشاد أو في العديد من المواهي الأنشيد يعني تقريبا تقريبا كانت ربما في الوقت ذلك لما كنت أهتم للأسماء المنشدين ولكن أهتم لطبقة الصوت الذين كانوا ينشدون بها أول أنشودة في حد ذاتها من ضمنها كانت تنسلهم تلك الأنشودة في مدحة رسول صلى الله عليه وسلم كل القلوب للحبيبة تميله ومعي بهذا شاهدون ودليله هذه ربما أول أنشودة رأيت أنها تنطبق مع خامة صوتي بطريقة رائعة جدا جميل جدا قبلها كانت بعض الأنشيد ولكن هذه الأنشودة التي رأيتها أكثر تتناسب مع طبقة صوتي أكثر بما أنك متواجد معنا اليوم إبراهيم فلابد أنك تقدم لنا مقطع حول هذه الأنشودة لكانت أول أنشودة أو بتقريب من الأنشيدة الأولى التي أبرزت بها نفسك في مجال الإنشاد أتقدم لنا يعني لو أحب هذا مقطع صغير فقط تفضل كل القلوب إلى الحبيب تاميل ومعي في هذا شاهد ودليل كل القلوب إلى الحبيب تاميل ومعي في هذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا ترى دموى العاشقين تسيلوا هذا مقال فيك يا أشرف الوراء ومدح فيك يا رسول الله قليل هذا النبي محمدون هذا لكل العالمين رسول يا رب إني قد مدحت محمدا يا رب إني قد مدحت محمدا فهو لكل العالمين رسول فهو لكل العالمين رسول يا رب إني قد مدحت رسولنا يا رب إني قد مدحت محمدا فهو لكل العالمين رسول جميل جدا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد جميل جدا تمتلك خامة صوتية ما شاء الله عليك إبراهيم إبراهيم للتذكير فقط للمشاهدين يعني أنت من ولاية واتسوف هكذا نعم من ولاية واتسوف يعني ما شاء الله يعني بالعكس في ما نرى في المسابقات الدولية في مثلا كذلك في منشد الشرقة يعني واتسوف الآن ما شاء الله تمتلك العديد من المواهف في مجال الإنشاد يعني هل لك كان عندك يعني تواصل في مجال الإنشاد في من مدينة واتسوف كانت لي تجربة لكن تجربة لا أعتبرها تجربة تجربة ناجحة بالنسبة لي لقد سجلت مرة في مصابقة لكن حدثت معي ظروف لم أستطع أن ألتحق بوقت المصابقة نعم فهذه التجربة التي لا أراها تجربة من مجال نظري ولكن أردت فيها أن أبرز صوتي هناك لكن الحمد لله يعني صوتي في مجال الإنشاد أرى أنه مناسب لي بشكل يعني متميز الحمد لله أثبتت وجودي بجامعة قسنطينا وأثبتت وجودي في مصابقات أخرى عبر السوشال ميديا جميل الحمد لله رب العالمين جميل جدا إبراهيم يعني في ذلك الوقت يعني كنت تستعمل الكثير من في السوشال ميديا يعني فيديوهات كثيرة في مجال الإنشاد أو يعني كانت فترة قليلة من الإنشاد والله كانت لي تجربة في برنامج تيك توك جميل قبلها كان في الفيسبوك ولكن فيسبوك كاني حضر حسابي لا أعرف لماذا فحولت إلى التيك توك كان لي حسابي الأول يعني أكثرية كل إنشاد لكن بعد اكتشاف خامة الصوت في تعليق الصوتي ومحبتي للقاء الصحفي والأشياء التي تبرز بعدها بخامة الصوت التي ترى خامة صوتك أنها مناسبة بالنسبة لك جميل تجد أن الرغبة تتحول نحو ذلك الشيء جميل جدا يعني قبل أن نذهب لمجال التعليق الصوتي يا إبراهيم أنت كذلك تبدع في مجال الإنشاد يعني هل لديك أعمال تبرزها في مجال الإنشاد؟ أو لديك أعمال مستقبلية تريد أن تفعلها في مجال الإنشاد؟ والله إن شاء الله لما لا؟ لحينما تكون لديك الموهبة تستطيع أن تسقلها لأنه إذا رأيت شيئا متميزا في حياتك جميل يجب عليك أن تعمل على أن تذهله للعامة خاصة إذا كان شيئا يشرف الحمد لله رب العالمين أن رغم نوجة نظري أن الإنشاد شيء يعني مشرف جدا جدا الحمد لله جميل جدا والآن جميل يعني إبراهيم نذهب لمجال أو تعليق الصوتي يعني أحكينا عن تجربتك أول تجربة لك في مجال التعليق الصوتي وكيف يعني كان أنا عرفت نفسك أنك لديك موهبة في مجال التعليق الصوتي آتيت لبيت القصيد التعليق الصوتي هو كان يعني بمثابة تجربة في حياتي يعني مع الأصدقائي في حينا نعم كنت يعني حاول تقليد بعض الأصوات المعلقين بداية كان ذلك الصوت الذي دائما ترونها في قناة اليوتوب أي فيديو تتفرج يعني بالمناسبة فقط إبراهيم أنت لديك العديد من المواهف على منصة تيك توك أو عبر السوشيل ميديا يعني المعروف أو المشهور بالحنظلة هكذا الحنظلة حنظلة 39 نعم جميل جدا يعني ما نرى العديد في فيديوهاتك أنك ما شاء الله لديك حتى المتابعة أو المشاهدة يعني نسبة المشاهدة مرتفعة ما شاء الله أتمنى لك التوفيق يعني أكمل لنا في حديثك عن تعليق الصوتي إن شاء الله ولو أنه تعرض لبعض المشاكل لأنه في منصة تيك توك يعني حضران لحسابان نعم راحوا لي وحساب الثالثة الآن أنا فيه نفس الاسم حنظلة نعم 39 كانت تجارب عندي بالتعليق الصوتي قلت لك قبلا كنت بداية قلت الأصوات التي أراها على منصة اليوتيوب حينما ترى فيديو يقول لك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتشغيل الجرس ليصلك من كل جديد جميل جدا جميل يعني هذه كانت بدايتك وكيف كان يعني أصدقائك كيف كان يعاملوك مع مجال التعليق الصوتي بداية أنا كنت يعني حسب ما قلت لي أني بديت مجال التعليق الصوتي يعني في حي مع أصدقائك هكذا أكيد أنا حينما كنت يعني أجلس مع بعض الأصدقاء هكذا ولكن في لحظة سكوتهم وفاجئهم بدخلة من الدخلات التي دائما متعود عليها نعم فأرى يعني لي أرى وجهة نظرهم من خلال صوتي أو أرى أنهم ينبهرون بخامة صوتي وذلك الذي مدني بثقة أكثر لكي أدخل هذا المجال والحمد لله وأنا الآن أعمل على تطويري شيئا فشيئا إذا أردت شيئا فإنك تستطيع هذه حكمة قولها قلب الفيلسوف إبراهيم الفقي نعم الله يرحمها الذي يتوفي هي حكمة قوية جدا جدا في داخلها إذا أرى إذا تمعن فيها الإنسان فإنه يجد أن إذا رأيت في نفسك شيئا تستطيع أن تبرزه فأعمل على إبرازه فإنك تستطيع لا تفقد الأمل في نفسك وكن واثقا من نفسك بإذن الله أنك تستطيع ستستطيع فعلا وهذا ما نره في العديد كذلك من الشباب يعني أن يقول لك أنا منش رح نوصل أنا منش رح نحقق أحلامي أو نبرز الموهبة وإبراهيم كما نعلم أنه يعني الآن السوشيل ميديا أو مواقع توصل الاجتماعي هو حافز كبير لإبراز العديد من الموهب هكذا أكيد أكيد أنا من وجهة نظري أنه برامج سوشيل ميديا هي منصة تستطيع أن تظهر فيها مواهبك وتشاركها مع أصدقائك وتشاركها مع الناس الذين يهتمون بذلك المجال الحمد لله أنا في منصة تيك توك وجدت اهتمام كثير من طرف المشاهدين ومتابعين ورأيت استحسان لما أقوم به فشجعني ذلك على أنه بواصل بإذن الله وما زلت بواصل جمي جدا يعني إبراهيم لو تعطي لنا هكذا يعني من تعليقاتك الصوتية أو مثلا الدبلج قبل أن نذهب للدبلج نتحدث عن التعليق الصوتي لو تعطينا هكذا مقطع ولو به قليل عن التعليق الصوتي التعليق الصوتي سوف أسمعك صوت سيلفر الذي أحبه كثيرا يعني هو سيلفر هذا كان أول بدايتك في التعليق الصوتي هو أولا سيلفر كان بدايات التطلع سيلفر هذا كان بداياته في برنامج سناف شات كان يخرج يضع فيديوهات من غير صورة كان يضع الصوت من غير صورة كان الناس يعني يقولون من صاحبه هذه الخامة لأن خامته كانت ما شاء الله حينما يتكلم تجد أن يحضرني مقولة يقولها يقول يا إلهي يا أصدقائي إنني أشعر بالسعادة المفرطة إنني أحتسل القهوة وتأمل وقت المغيب انظر إلى الشمس وجمالها تمتع بالطبيعة الجميلة لكي تشعر بلذة الحياة الجميلة نعم يا أصدقائي من هذا؟ إنه صديقي المعتو دائما يأتي في هذا الوقت بالذات هذه يعني جميل جدا دائما يدخل فيها مجال من الضحك على شيء يعني أحتى في مجال يعني الآن إنسان ما نرى الإنسان أنه يعني العديد من الأشخاص يعني يريدون فقط تغيير جو في مجال موقع التواصل الاجتماعي يعني نجد العديد من الضغوطات في مجالنا أو في حياة الإنسان يعني حينما يرى هكذا يعني تبدعون في مجال الدبلجة أو في مجال التعليق الصوتي في الضحك يعني هذا ما يجعل المشاهد أو تدعيمك يعني في كل نواحي أكيد أكيد في برغمج السوشال ميديا يعني في حينما يكون لديك محتوى نعم يجب أن يكون المحتوى أولا يكون هادف ثانيا يكون نظيف ثالثا أن يكون مضحك لأجل أن حينما يبقى معك أناس يعني مدة ساعات ساعتين أو ثلاثة ساعات لا يكون الجلوس عندك ممل يجب أن تغير بعض الأشياء التي تكون مناسبة أو تغير بعض النفسيات لأن بعض الناس يدخلون إلى هذه البرامجة ربما لسبب مشكل في حياتهم يريد أن يغير الأجواء يجد شيء أن يضحكه يجد شيء أن ينفعه في حياتي فهمني نعم هذه تجارب يعني لكن أنا الذي لاحظته من خلال برامج برنامج التيك توك الذي أنشطه فيه كثيرا أنه يجب أن تكون يعني بطريقة أو بأخرى تكون إنسان ذا حيوية ونشاط فعلا أهمني نعم ولا يعني يعني أنك تمتلك فصاحة أو كما نقول يعني التعامل مع الجمهور هكذا نعم يعني هو يلعب دور كبير في يعني المشاهدة يعني حينما يرى المشاهد أنه يعني هذا المحتوى غير لا يعني بطبيعة الحال لا يشاهد فعلا أكيد أكيد أنا دائما يعني حينما ألعب مثلا تحديات ويدخل عندي واحد جديد أبادله بالسلام باللغة العربية دائما أتكلم بلغة العربية جميل دائما أقول له السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سرعان ما ألاحظ تلك الانبهار الذي ألاحظه في عينها من خلال السماع يقول ماذا يا إلهي حتى أني أذكر واحدة هنا من جزائرة سعدت معها في تحدي نعم أول مرة أدخل معها فحينما كلمتها بهذه الطريقة قلت يا إلهي صوتك رائع جميل تلك مدتني بالتعقل جديد يعني حتى ما رأيته أنا في منصة تيك توك على فيديوهاتك أنك كذلك تبدع في اللهجة الخليجية هكذا إبراهيم الحمد لله نعم أنا اللهجات كلها يعني أبدع فيها الحمد لله جميل لكن محبتي لأهلي بين السعودية يعني أصدقائي وإخواني الذين تعرفت عليهم في برامج سوشيال ميديا أنا أحيي أصدقائي جميعهم أحب طريقة كلامهم وبعدها يعني بتفراجي في مسلسل طاش مطاش نحب الشخصيتين نقول لها والله السال فما هي زينة يا أبو هزار ونقول ونخوك لازم نسوينا شيء غير حياتنا الأفضل ونخوك أيب الله جميل جدا جميل جدا إبراهيم أنك تبدع ما شاء الله عليك في العديد من المجالات التعليق الصوتي وكذلك حتى تقليد اللهجات في البلدان الأخرى إبراهيم نذهب لمجال الدبلجة أو أول بدايتك في مجال الدبلجة يعني بأكيد كل هذا الشيء تدريجيا بعد الإنشاد ثم التعليق الصوتي ثم حتى ذهابك للدبلجة أو علم الدبلجة في مجال الدبلجة لاحظت أنه خام صوتي حينما تفرج في وقت رسوم متحاركة كلنا حتى ولو صرنا كبار لكن أحيانا هكذا تسلهمنا رسوم متحاركة قد تفرجناها في زمن قد مضى لكن تذكر فيها تلك الأيام الجميلة والرائعة والزمن الجميل الذي لن يعود في هذا الوقت لكن نتمنى أن تكون حياتنا دائما أفضل تتذكر تلك الشخصيات مثلا شخصية سخصية الأشرار نعم ولو أن الإنسان ليس شرير ولكن يحب شخصية الأشرار جميل مثلا نقلد لك شخصية نعم تفضل عليك أن تدرك جيدا بأن هذه الحياة هي لنا ويجب علينا أننا نجاح بأي وسيلة لا تفقد الأمل يا صديقي هي الحياة لا يا صديقي لكنني لا أرى شيئا مناسبا في هذه الحياة وأنا فاشل دائما أنا أقول لك لا تفشل فحياتك هي إرادتك بتحقيق المستحيل لا تفقد الأمل أبدا حاصلا يا صديقي دائما تمدن بالطاقة الإيجابية ولكن ماذا أفعل في حياتي؟ إنني أستاء دائما قلت لك لا تفكر بطريقة سلبية كن دائما إيجابيا جميل جدا والله ما شاء الله عليك يا إبراهيم أنك جميل إبداعاتك في كل مجالات في التعليق الصوتي والدبلجة وحتى الإنشاد كنت ما شاء الله عليك جميل جدا لديك أو تتميز بخامة صوتية ما شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في مسيرتك يعني أين تجد راحة نفسك في مجالاتك إبراهيم؟ هي راحتي الأكثر 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 التي أحبها يعني مجال قراءة نشرة الأخبار ولو أني مرة كانت لي تجربة في قراءة نشرة الأخبار أول تجربة لي أنني كتبت مقولة صحفية لكن بطريقة هزلية لأجل الضحك فقط تحب أن أسمحك؟ نعم تفضل لديك كل الحرية في هذا البرج ثمانية وتسعون دقيقة بعد ساعة الثامنة أنتم الآن على أمواج إذاعتنا من القناة الأولى أهلا وسهلا ومرحبا بكم موجز الأنباء اعتقلت مصالح أمنية ذبابتين وخمسة وعشرين نموسة إثر محاولتهم لإقتيال نملة كانت تمشي في الطريق الرابط من بين الجامعة والإقامة هذا ما جاء على لسان شهود عيان حيث أن ضحية قد تم نقلها إلى المستشفى وعولجت من طرف سرصور الذي صرح بأن الضحية كانت تطعط الحبوب المخدرة أخبار أخرى تبعها مفصلة في نشرة الثامنة على الساعة السابعة إلى اللقاء جميل جدا إبراهيم أبدعت ما شاء الله عليك إبراهيم اليوم والله سعت جدا باستضافتك اليوم معي برنامج في عدد كاتجي وكذلك أبرزت العديد من المواهب يعني لو حبدا تعطي هكذا نصيحة أو لمحبي هذا المجال في التعليق الصوتي وحتى الدبلجة وكذا الإنشاء الدين والله أقول من هذا المنبر لكل من يرى نفسه أنه موهوب أو يرى نفسه متميز في شيء ما لا تفقد الأمل وعمل على سقل موهبتك فإنك تستطيع أن توصلها وتصنع بها شيئا ربما لنصنعه غيرك لذلك كن أنت صانع محتوىك كن أنت صانع موهبتك كن أنت صانع مستقبلك فالمستقبل معك إذا كان لديك الإصرار مع تمنياتي للنجاح للجميع إن شاء الله ونريد منك كلمة أكيد بطبيعة الحال لكل الأهل والأصدقاء لكل من يشاهدك عبر أمواج قناة السلام تيفي تفضل لديك الميكروفون لك من هذا المنبر أحيي أسرتي الحبيبة أهلي في وليسوف والأصدقاء المتميزين تحياتي للوالد العزيز مع تمنيت له بالعافية والصحة إن شاء الله ولأخوتي العزاء وأصدقائي أيضا في الدراسة وفي مجال التمريد لأنه كنت في مرة درست في مجال التمريد جميل الحمد لله بالعالمين ولكل الأصدقاء لكل من نسيت اسمها لأسف لذلك لكن تحياتي لكم جميعا إبراهيم كنت متميز جدا في كل المجالتين أو المجالين في التعليق الصوتي وحتى الدبلجة وكذا الإنشاد يعني ما شاء الله عليك إن شاء الله مشاهدين الكرام يعني قبل الاختتام يعني أنشودة يعني لو تعطينا لها هكذا أنشودة يعني ما شاء الله لديك خامة صوتية فهذا ما يعجبني إبراهيم يعني أنك تمتلك خامة صوتية جميلة تفضل لنا أن تعطينا هكذا أنشودة اختتامي شكرا شكرا دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تزعن لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وكن رجلا عن الأهوال جلدا شيمتك السماحة والوفاء دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تزعن لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وما لحوادث الدنيا بقاء جميل جدا ما شاء الله عليك إبراهيم أنت مبدع ومتميز في مجال الإنشاد ما شاء الله عليك نتمنى لك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله في حياتك أو في مسيرتك في المجال الإنشاد وكذا تعليق الصوتي وحتى الدبلجة نشكرك على قدومك معنا اليوم وحضورك معنا كانت حصة متميزة جدا نتمنى لك كل التوفيق مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج الكاتجي نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة انتظرونا في عدد جديد مع موهبة جديدة شكرا لكم إلى اللقاء